بسم الله الرحمن الرحيم لحبنا نتكلم عن تطبيق يكون خفيف كده وحل وفي كل الامكانيات اللي احنا عايزينة وما نخافش منه يبقى في الميجو لان في الاسيالي جدا اتضح ان يخاف من كلمة منتاج يقول لك بقى انا هقدر اعمل منتاج ده يعني انا هكون عندي قناة يكون عندي اعمل منتاج ده بازاي والكلام ده الكلام ده لا ممكن لما تدخل عند في الميجو هتلاعها في الموضوع ده سالي جدا لان فعلا فيه تطبيقات تقيلة شوية ويتم سال ده بطريقة يعني خفيفة جدا بحيس اي حد يقدر يبسلها يفهمها الكلام ده زي مثل عايز كاميرا مثلا عايز اعمل مثل تقليم دي يعني بتجي مثلا فيديو ازا ده بتقص منه بتعمل اللي انت عايزه حاجات خفيفة وبسيطة جدا يقول لك المادة المادة دي مثلا هنا عندك فيها حاجات بسيطة جدا عايز يعني اي حاجة انت عايز عايز تنزل حاجة زي كده اللي انت عايز بتعمله بتعمله كل حاجة موجودة اللي سياسة بيكل حاجة تحرير عن حاجةا Josh بهذا السر التطبيق هين ايه بيكد صور يحاول الفيديو او يبدأ يمنتاج يعني يحاول الفيديو ويد capitalist وسيمكن حاجة هنبدأ بالصورة عملية نشوف الابليكيشن الشغل ازاي وفي هنا بس حاجة بس في العدادات لازم نبص عليها مثلا بيقول لك هنا عداد جودة الفيديو عايز الوضع الهدى وعايز الوضع السريع ووضع HD طبعا انت بتخلال الوضع HD طبعا بس خالي بالك الوضع HD بياخد مساحة اعلى شوية برضو لان الحجم هنا بيكون في العداء بيكون اعلى في التسجيل لان التسجيل هنا اه تسجيل لاشتماع في اي الوضع HD غير 10 80 غير 360 غير ربعمية وتمانين غير 480 تلتمين وستين والمي الموعة ربعين اللي هم الحاجات الجودة يعني الاركام الجودة دي كلها كل رقم بياخد مساحة برضو دي حاجة لازم دي معلومة انتكون بس لعرفينها مع بعض تمام بيقول لك المعايز سيعمل تقيم اي حاجة انت عايزها انا خلاص كده الكلام هبدأ ادخل على الوضع على طول عشان نبدأ اشوف احنا نبدأ نعم فيه سحبنا الثلاثة دول هنعمل بيه مثلا فيديو مثلا الفيديو اللي هنعمله هنا نختار اي حاجة يعني شئ اللي عليها طبعا التنزيل دي انا مش هستخدمها انا هجي مثلا اختار هنا وابدأ هو يعمل لي فيديو بص بيعمل فيديو تمام حاجز موسيقى فيه او الكلام ده بابدأ اقول له او play بيبدأ اعمل نفسه هبكس بيعمل ايه تمام حيا بابدأ اعمل فيه موسيقى من اول والاخره بابدأ اعمل من نصه من اوله زي يما انا عايز بابدأ في الاخر الخالص مشوف مثلا هنا عايز اعمل حاجة تانية فيه امكانية ممكن اعمل الفيديو ده او طبعا ممكن قلت من اول خالص احسن انا زي المدة بتاعته اهو مدتو ادي هنا مثلا هنا اهو نشغلله شوف مدتو ادي ايه او مدتو مثلا هنا تلت ثواني اهو نبدأ هنا نعمل احنا ايه و احنا مشغالينه كده ثانية اثنين ثلاثة اربعة خمسة مش ثلاث ثواني مدته ثمان ثواني انا ممكن اضعيف المدة بتاعته هل اهو المدة بتاعته هتضعف دلوقتي هتبقى تتحول مثلا من ثمانية لعشرة تمام او ممكن لاثناشر او ثلاث دقايه او اربعة دقايه او المدة اللي انا عايزه وبانا هنا بعمل كنترول على الموضوع المدة ولو دوسة صح بيسجل الكلام ده موسيقى هنا واقف كده موسيقى ممكن اختار اي موسيقى طبعا انا حطيتها او محملها على الجهاز اي موسيقى ممكن اعملها نسبة الفئة الخلفية ممكن اعطت اي خلفية انا عايزها بس انا مش عاوز خلفية اه مثلا احطيت هنا اي اه مثلا لونزر اللي اقدر طول ماشي هتلاقي فيه في مغدر ده انا حاوليه تمام اهو بيبدأ هنا بس اهو بدا ينظر في مغدر او انا مش عايز برض حاجة زي كده انا باتكلف حاجة الهم لو عايز امرر نص انا خلي كلامي يبدأ مثلا ايه يبدأ اه يتحرك مثلا او اثناء الموضوع شغال طبعا ممكن اعمل حاجة زي كده التأثيرات دي مهمة جدا برضو اللي عايز بصها لها لو عايز اعمل اي تأثيرات بس انا برضو مش عاوز اعمل تأثيرات طيب اي تاني ممكن مسلا عاملها سرعة سرعة الفيديو اصرعه او لأ لو عايز اعمل الملسقات برضو في ملسقات ممكن اعمل لو بدي الملسقات جزة او انا بختار ملسقات او انا بنكون محملة عندي لاما هو بدي هاني كبيرنامج تمام في بعض كبهة الباكسالة باكسالة دي مثلا ممكن انا لو فيه جزء معين انا مش عايز ازهر انا ببدأ اعمل ايه انا بقول له حاضر انا باجي هنا مثلا مش عايز ازهر مثلا الايد اجي هنا الايد دي مسزهرش ابدأ اصغر اكبر اي حاجة ممكن اتجاهل انا مش اسجل حاجة زي كده ابدأ اعمل عملية تأسيم تمام المناصلات الصوتية اي حاجة برضو عايز احط صوت فيه الدبلاجة بقى هتكون اخر حاجة تقريبا هو الدبلاجة هتكون اخر حاجة وفيه حاجة اسمها كربوش خالبي يجي لها بتحط هنا ايه بتحط هنا ايه بتحط هنا اخير باشا دي بنبدأ نشوف هنا بنحط هنا الوان كلر معين بنبدأ هنا خط اتنين تمام طب الخط ده بيكون مثلا رفاية ولا دخين او اجيب اسيكة مسلا ومسح الكلام ده كله طيب لو انا عملت مسلا دخين كده عملت خط اشوف مثلا اهو ابدأ اعمل الخط اهو مثلا وكون تخين ابدأ خط دخين او رفاية او خط رفاية اجي اعمل الاسيكة دي مسلا ان انت شايفينها بس اعمل ايه اعمل اسيكة دخين عشان تبدأ اي حد اكتشفه بسهوله كل ما انا بقوله اي حد اكتشفه لان هو التطبيق ده فيه ميزة حين وقوي ان هو ميزة صعبة لان فيه ناس بتخاف من كلمة المنتاج اللي بيخاف من كلمة المنتاج يجعل فلميجان على طول قبل ما اكلم عن الدبلاج اريد اقول لكم اذا كان فيه حاجة مثلا ايه انتو عايزين مثلا تعرفوها ايه مثلا زي التقسيم زي مثلا المرشح مثلا اي حاجة انا ما اريد اي حاجة وانتو عايزين نشوفها ممكن ان تكتشف مع نفسك لان التطبيق يعني قصدي بسيط جدا مفيش اي تعايد مفيش اي تعايد مفيش اي مشاكل مفيش اي حاجة ممكن تدوس على اي حاجة تبدأ تشوف اللي انت عايزه وانتلاقي العملية سهلة يعني انا شرحت موظم اللي موجود فيه مثلا حاجة زي الارجاة عايز ترجع الخطو يعني عملت حاجة وعايز ترجع الكلام ده كله الموضوع بسيط وسهل انت بنفسك ممكن تكتشف كل الكلام دوت هل اندأ نتلو لاتي على دبلاجة وانشوف دبلاجة ده موضوع بسيط جدا يعبار عن انت لو مثلا سجلت سور في اماكن كلا جدا مثلا ظهور وعايز اما تروح البيت تعلق على الظهور دي تقولي زهرت كذا ودي بتعمل كذا ودي وظيفاتها كذا او حاجة زي كده بتعلق من البيت بتعمل ايه بتيجيه هنا بتجيب اول الفيديو بتبدأ تعمل بلاجة التطبيق هنا ما بيسجلش على على التسجيل الفيديو عندي على تسجيل الشاشة الكلام ده لازم نعمله بين ازيعه هتشوف ازاي هوا قال لي كده تسجيل تمام انا باعيز ازيع الكلام ده هيبدأ هوا يزيع اهو بدأ ازيعه ازيع كل اللي انا سجلته بادوس هنا على الميكروفون هو بيسجلي بس كده فدي الحاجة اللي انا عايز اقول لكم ان هو بيسجل بس ما بيسجلش من التطبيق على تسجيل الفيديو وتسجيل الشاشة عشان ما عرفش هو منع الموضوع ده تمام ادينا خلاصنا موضوع الدبلاجة حاجة بسيطة في حاجة كمان ماشي نتجه لتغيرات مش مشكلة في حاجة كمان اخيرة الفارز الفارز عبارة عن ايه الفارزة لو انت عايز تجيب حاجة مكان حاجة يعني انا بادوس هنا على المدة ببضل ضغط عليها وانزل تيجي مكان ايه موسيقى متعددة تمام واسجل الكلام ده كله خلاص يتسجل قال لي لان اول واحد اصقت عندي المدة خليت موسيقى متعددة هي الا اقم واحد فالفارز بيخدمني في الموضوع دوت انا خلص الفيديو طب قبل ايه حاجة قبل ما خلص الفيديو برضو الحاجة في التصدير بس ام حاجة تمام احنا بقى مينجي نصدر هنا بيصدر انتالي اليوتيوب من هنا او مسا بيصدر ايه حاجة انت عايزها تمام وبخلص كده الفيديو وان شاء الله يعجبكم بازن الله ومتنسى نصف لايك وشير والشكر لكم ربنا فاكم موسيقى موسيقى